التقى وكيل حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري بأعضال جمعية الوطنية للمجلس الانتغالي الجنوبي بوادي وصحراء حضراموت ووقف اللقاء الذي حضره رئيس كتلة حضراموت في الجمعية الوطنية الشيخ طالباجري على مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية وأسباب توقف العملية التعليمية وانعكاساته على مستوى التحصيل العلمي للطلاب وكذا تدور الوضع المعيشي بسبب انهيار العملات وما ترتب عليهم من ارتفاع سعار السلع الأساسية اشتركوا في القناة